السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم محبابكم في هذا الفيديو اللي كانت منه ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدات اليوم اخوان غدينشوفوا كيفاش لمخابرات الجزائرية تروج الى اخبار وتتهم المملكة المغربية داخل الاتحاد الاوروبي و بالضبط بالبرلمان الاوروبي كذلك غدينشوفوا كيفاش مكرون يهين الجزائر قبل زيارته للمغرب و كيتبت باللي الجزائر هي مقاطعة تابعة لفرنسا بقوا معي الاخوان شوفوا تفاصيل ديل هاد المواضيع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا متتبعين الاوفياء شكرا جزيلا للدعم دلكم المتواصل شكرا جزيلا للتعليق الجميلة اللي كتخلي بصماراقية على قناتكم المتواضعة و دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله سوف ندخل صور بالموضوع هاد الأيام اخواني أخواتي الإعلام الجزائري و معاحت البوليزاريو كيروجو لإشاعات كثيرة هل يقول فضيحة ملعية ارتقيل هل يقول فضيحة دولية كبرى للمغرب هل يقول المغرب متورط في رشاوي مع الاتحاد الأوروبي وهل يقول عاجل السفير المغربي ببولندا ضمن المسؤولي المغرب ضمن أبطال هاد الفضيحة وهل يقول رئيس الحكومة المغربي في قلب فضيحة الرشاوي التي هزت سمعة الاتحاد الأوروبي وهل يقول الصحافة الألمانية تفضحوا المغرب بأنه يقدم الرشاوي داخل برلمان الأوروبي هنا إخواني أخواتي هادو لبغيني جر الأدمغة للجزائريين وكذلك للمحتجزين والأكثر من ذلك يجبوا إعلامي جزائريين كيتكلموا في هاد المواضيع باش يتبتوا باش يتاهموا المغرب باش الشعب الجزائري والمحتجزين اللي كينفتندو يتيقوا هاد الأمر وما بهادش اللي كيديرو بغيني يوصلوا أن المغرب كيقدم رشاوي لنواب برلمانيين في الاتحاد الأوروبي بخصوص العلاقات التجارية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي هنا في هاد العلاقات التجارية كيقصدوا يعني العلاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي كيقصدوا الصيد البحري الجزائر والبوليزاريو دائما مصدعين الاتحاد الأوروبي دائما كيرسلوا الاتحاد الأوروبي على أساس أن المغرب ما عندوش الحق أنها يصيد في المياه ديال الصحراء على أساس أن الصحراء يعني منطقة متنزحة عنها يعني الصحراء المغربية والمياه اللي يخف بالقرب دي الصحراء المغربية اللي هي مياه مغربية قليك ما عندش المغرب يصيد في هذيك المنطقة زيادة على ذلك الجزائر عندها دوك اللي عندهم جنسيات يعني هما جزائرين عندهم جنسيات إسبانيا جنسيات فرنسية وهما داخل الاتحاد أو داخل برلمان الأوروبي ودائما كيبغيوا يعرقلوا هات الصفقة ديال الصيد البحري اللي كينما بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولكن غير كيجي نهار ديالتصويت كيكون تصويت بكل برود كيكون تصويت لصالح المغرب على أساس أن المياه هي مياه مغربية وعلى أساس كذلك أن الصحراء مغربية والهدف من هذي الإشاعات واللي بطبيعة الحال بلوك تأطر لا على المغرب ولا على الشعب المغربي ولا حتى على أوروبا ولا الاتحاد الأوروبي هذي الإشاعات كتستهدف المحتجزين اللي كانين في تندوف ومعهم الشعب الجزائري هذي الاتفاقية هي اعتراف بالصحراء المغربية يعني من طرف الاتحاد الأوروبي وهذي كيشكل محتجزين وكيشكل حتى الشعب الجزائري يحبط أما الآن غدينتقلوا كيفاش مكرون كيهن الجزائر وكذلك كيعتبرهم مقاطعة تابعة لفرنسا فيما يتعلق الأزمة اللي كانتما بين المغرب وفرنسا اليوم المغرب خرج منتصرا على هذي الأزمة البارح سيد نصير بوريطا قال في لقاء صحفي أو فيندو صحفية مع وزيرة الخارجة الفرنسية كاترينا كولونا قال لها ما تقومون به غير كافي فرنسا كتدعم المقترح دي الحكم الداتي ولكن هاتشي غير كافي بالنسبة للمغرب وقال لها هل هناك من مزيد باقية أسبوعين لزيارة إيمانويل مكرون للمغرب وهنايا هادو الشروط دي المغرب باش يزور إيمانويل مكرون المغرب يعني بغير الوضوح بغير تقدم في الاعتراف بمغربية الصحراء ما بغيرناش داك اللف والضواران يعني موقف تابت وواضح تزامنا مع هاتزيارة دي الوزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا للمغرب غدي خرج وزير الداخلية الفرنسي وغدي يمشي يزور الجزائر وهنايا غدي يمشي يزور الجزائر بشكل مفاجئ في ضرف الثلاثة شهور لاحظنا أن هناك ثلاثة زيارات من مسؤولين فرنسيين الأول زار إيمانويل مكروم من بعد رئيسة الحكومة الفرنسية واليوم كنشوف وزير الداخلية الفرنسية زوره الجزائر ولكن المشكل فين كن هو المشكل هو أنهم يزور الجزائر كأنها مقاطعة تابعة لهم بلما يعلموهم بلما الصحف الفرنسية تكلم على هاتزيارة بلما الصحف كذلك الجزائر يتكلم على هاتزيارة ولا الصحف الدولية تكلم على هاتزيارة هنا هل يعقل أن وزيرات الخارجية مثلا أو وزير الداخلية يجي ويزور المغريب حكاك بشكل مفاجئ فهذا يعتبر إيهانة للدولة اللي رك غدي عندها وممكن ممكن ما يقوموش بالزيارة دياله كذلك ممكن يصفته شي تمثيلية بسيطة أو موظف بسيط هو اللي يستقبله في المطار مثلا من لزارت وزيرات الخارجية الفرنسية المملكة المغربية الخبر يعني كان منتشر في المغرب يعني هذي مدة الصحف الدولية تكلمت عليه حتى الصحف الجزائرية تكلمت عليه الصحف الفرنسية وكان واحد يعني تحضير لهات الزيارة كذلك الخارجية المغربية خرجات وتكلمات وقالت بلي كان عندنا واحد زيارة من وزيرات الخارجية الفرنسية وكنا كان نسمعوا بالصحف الجزائرية كانوا يتكلموا يقولوا بالزيارة ديال وزيرات الخارجية للمغرب على أساس حل أزمة ديالتأشيرات هذا خطأ لأنها جاية لحسب تحضير لزيارة إيمانويل مكخون للمغرب كذلك من أجل الصحراء المغربية هذي الزيارة ديال وزير الداخلية الفرنسي للجزائر شنو كتعني؟ كتعني يعني زيارة بدون سابق انضار كتعني وعندها دلالة ديبلوماسية باش نتجي وتزور واحد الدولة بدون سابق انضار كما قلنا بحال هذي الدولة ما عندهاش زيادة وهذي بطبيعة الحال واللي ما تقدرش فرنسا تديروا مع أي دولة إفريقية مثلا مالي أو تشاد لأنهم عندهم قيادة أما الجزائر مدم هي مقاطعة تابعة لهم يزوروها فوق ما بغوا ينعسوا يفيقوا الصباح في الجزائر ما كيلي تكلم عليهم وتكون زيارة رسمية وتستقبلوا رسميا والموصيب يا الإخوان أن مني نوصل وزير الداخلية للجزائر الفاضحة دي الإعلام الجزائري اللي يخرجوا كيقول وكيبرد بطبيعة الحال على رأسهم وكيقول بلي الهدف من هات الزيارة هو تودد فرنسا تماشيا مع العلاقات التنائية منذ زيارة مانويل مكرون أصلا علاش فرنسا علاش غدي تودد وهي كتآمر وانتو ما كتنفدو مانويل مكرون حتى المشكلة للتأشيرات حلهم على طريقته يعني أو كيف ما بغى أعطت تأشيرات غلي الناس اللي في المستوى عالي وما كان حتى شي نقطة اللي صالح الجزائر الكاريتا من اللي كيقوله التودد علاش بالضبط تزامنات هات الزيارة ديال وزير الداخلية للجزائر بدون سابق انضار مع زيارة كولونا المغرب وقالت ندعم الحكم الداتي واننا قد نرجع الامور الى نصابها هنا مكرون شنو باغي يوصل للجزائر هو انه كيدل اللي قال ليه رسو فوق ما باغي شي مسؤول يزول جزائر لا غدي يزولها بدون سابق انضار وبغي يوصلهم باللي هما مقاطعة تابعة لفرنسا وكذلك هذي اهانة ديبلوماسية يعني الدلالة ديبلوماسية كتقول الى شي مسؤول زار شي دولة بدون سابق انضار وبشكل مفاجئ فهذا كيتتطابر اهانة اذا اخواني اخواتي وصلنا النهاية لهادي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته